للمرة الثانية خلال أقل من شهر استهدفت ميليشيا الحوثي الإرهابية ميناء الضب النفطي في حضر موت وقالت مصادر حكومية إن الحوثي استهدفت بمسيرات مفخخة ميناء الضب النفطي في حضر موت أثناء تواجد أحدى السفن التجارية بالميناء وأكدت أن الهجوم يعكس إصرارا واضحا من ميليشيا الحوثي على مواصلة اعتداءاتها على المؤسسات والمنشآت المدنية وزعزعت الأمن والاستقرار في اليمن وعرقلت التواصل إلى أي حل سياسي وإنهاء الحرب وكانت ميليشيا الحوثي هاجمت بمسيرات حوثية الميناء ذاته في العاشر منوف مر الجاري بعد يومين من هجوم مماثل استهدف ميناء النشيمة في شبوه